بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أحييكم جميعا طلاب وطالبات الصف الثاني متوسط لبرامج ومعاهد التربية الخاصة قسم الإعاقة الفكرية في مملكة العربية السعودية اليوم مادتنا رياضيات عنوان درسي مراجعة ما تعلمته خلال الفصل الدراسي الثالث لمادة رياضيات كما تعودت دائما قبل مشاهدة دروسي التعليمية هناك تعليمات يجب أن أستفيد منها لكي ماذا أستفيد من درسي أحرص على تطبيقها أختار المكان المناسب للتعلم عن بعد ويكون خاليا من الضجيج أعرف جدول وأوقات التعلم المباشر أجهز الكتاب المدرسي وأدوات التي أحتاجها أستمع إلى الدرس بتركيز وتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المحدد إذا أولياء الأمور أطلب منكم التواجد مع أبنائنا وبناتنا أثراء فترة البث من أجل التوجيه والإرشاد والمساعدة سوف اليوم نراجع درس استخدام المكايل المعيارية في القياس الأهداف الخاصة التي سوف نحققها سويا إن شاء الله من مراجعتي لدرس المكايل المعيارية في القياس الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على المكايل المعيارية في القياس وهي كوب نصف كوب ملعقة نصف ملعقة الأهداف الخاصة رقم واحد أن يستخرج الطالب والطالبة المكايل المعيارية في القياس كوب نصف كوب ملعقة نصف ملعقة اثنان أن يطابق الطالب والطالبة المكايل المعيارية في القياس وهي كوب نصف كوب ملعقة نصف ملعقة ثلاثة أن يسمي الطالب والطالبة المكايل المعيارية في القياس كوب نصف كوب ملعقة نصف ملعقة أربعة أن يستخدم الطالب والطالبة المكايل المعيارية في حياته اليومية نبدأ بنشاط تعد والدة أحمد شوربة عدس وتحتاج إلى أربعة ملاعق عدس تحتاج والدة أحمد لإعداد شوربة العدس إلى أربعة ملاعق من العدس أريد أن نساعدها في اختيار المكيال الصحيح لدي هنا مجموعتين وكل مجموعة تحتوي على عدد من مكيال شوربة العدس أختار المجموعة التي تمثل أربعة ملاعق عدس أنظر إلى المجموعة الأولى تحتوي على كم ملعقة؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة المجموعة الثانية تحتوي على ملعقة الواحدة فقط إذن ما هي المجموعة التي تحتوي على أربعة ملاعق عدس؟ هل هي الأولى أم الثانية؟ أستخرج أحسنتم المجموعة الأولى تحتوي على أربعة ملاعق من العدس ما هو المكيال الذي استخدمته في هذا النشاط؟ هل هو الملعقة أم الكأس؟ أحسنتم هو الملعقة استخدمت في هذا النشاط مكيال الملعقة الآن أريد أن أتعرف على الأشكال المكاي المعيارية التي أستخدمها في القياس لدي هنا أربعة مكيال معيارية أربعة مكيال معيارية أريد أن أطابق اسم المكيال مع الصورة الصحيحة المكيال الأول كما طبقت سابقا في دروسي السابقة ما هو اسم المكيال الأول؟ ما هو كوب ممتاز أختار بطاقة الكوب أختار أحسنتم هنا الكوب هنا الكوب المكيال الأول هنا الكوب ممتاز أول مكيال هو الكوب أنظر إلى المكيال الثاني أسميه أسميه هنا كوب هل هو كوب كامل أم نصف أم ربع؟ أحسنتم نصف كوب أستخرج بطاقة المكيال نصف كوب المكيال الثاني الذي يمثل في درسي اليوم هو نصف كوب هنا كوب هنا نصف كوب المكيال الثالث ما هو يوجد هنا حبات من الشاهي هل هذا المكيال ملعقة أم نصف ملعقة وشاهد أحسنتم هذا المكيال يمثل الملعقة يمثل ماذا ملعقة ملعقة هذا المكيال يمثل الملعقة المكيال الرابع وشاهد هنا حبات الشاي ماذا مكانها أين في الملعقة هل هو ملعقة كاملة من الشاي أم نصف ملعقة أحسنتم نصف ملعقة من الشاي المكيال الأخير هو نصف ملعقة المكيال الرابع هو ماذا نصف ملعقة أعيدها مرتين أخرى المكيال الأول ألاحظ كوب ممتاز نصف كوب ملعقة نصف ملعقة طابقنا صورة المكيال مع اسمه صحيح الآن أتذكر أشكال المكاييل المعيارية التي استخدمتها في اللوحة أول مكيال ممتاز نصف كوب رائع أنظر إلى الشكل الثاني ما هو المكيال ممتاز كوب أنظر إلى الملعقة هنا تمثل أي مكيال ألاحظ أن الملح ماذا قليل جدا إذن يمثل أي مكيال أحسنتم نصف ملعقة أنظر إلى المكيال الأخير الرابع يمثل ماذا يمثل المكيال ممتاز ملعقة كاملة يمثل الملعقة الكاملة هذه هي أشكال المعيير التي استخدمتها في القياس في درس اليوم أطبق ما تعلمته صل بين المكيال في العامود الأول بما يناسبه في العامود الثاني أسمي هذا المكيال نصف كوب ما هي الصورة المطابقة لها؟ هل هي الصورة الأولى أم الصورة الثانية؟ نصف كوب هل هي الصورة الأولى أم الثانية؟ ممتاز الصورة الأولى نصف كوب هي الصورة الأولى بهذه الطريقة الصورة الأولى نصف كوب ممتاز نصف كوب طابقنا هنا نصف كوب أنتقل إلى النشاط الآخر أختار الإجابة الصحيحة ملعقة ممتلئة هل هذه الصورة تمثل ملعقة ممتلئة أم هذه الصورة أي من المكيل تمثل ملعقة ممتلئة الأولى أم الثانية أحسنتم الصورة الثانية الصورة الثانية تمثل المكيال ملعقة ممتلئة ملعقة ممتلئة أختاروا الإجابة الصحيحة نصف كوب أي من الصورتين تمثل النصف الكوب؟ هل هي الصورة الأولى أم الثانية؟ نصف كوب النشاط الذي قبل قليل ماذا؟ طابقنا الآن ماذا؟ أستخرج أي من الصور تمثل النصف كوب الأولى أم الثانية؟ أحسنتم الأولى لماذا؟ لأن السائل الموجود بالكوب هنا ماذا؟ بالمنتصف السائل الموجود في هذا الكوب ماذا؟ في المنتصف هنا نصف كوب وفي ختام درسي آخر نشاط صل بين المكيال في العمود الأول ما يناسبه في العمود الثاني هنا ألاحظ ماذا؟ ملعقة كاملة أي من الصور تمثل الملعقة؟ أحسنتم الصورة الثانية الصورة الثانية تمثل ملعقة تمثل ملعقة كاملة وفي ختام درسي الجميل هناك بعض التوصيات المقدمة من المعلمة لأبناء وبناتي طلاب الصف الثاني متوسط أطلب منكم تكرار الدروس التعليمية المعروضة في قنوات عين من أجل تثبيت الأهداف والمهارات الأساسية لكل درس ضرورة حرص الوالدين على متابعة تطور أبنائهم في أداء المهارات الأساسية نقل أثر ما تعلمته؟ ماذا تعلمت اليوم؟ تعلمت أربعة مقاييس أو مكايل أستخدمها في القياس وهي ماذا؟ كوب نصف كوب ملعقة نصف ملعقة نستخدم المكايل أبناء وبناتي في حياة اليومية متى؟ متى أحسنتم عند إعداتي لطبخة معينة؟ لكي تنضج هذه الطبخة أحرص دائما على استخدام المكايل المعيارية الكوب والملعقة شكرا جزيلا لحسن استماعكم لدرسي اليوم أترككم في رعاية الله